إذا سألت أبو عمر عن الصدق إذا سمعت كلمة الصدق مباشرة وش اللي يجي على مخيرتك على ذهنك سواء من قصة من قصيد من أبيات من ذكريات من الصدق من عبارة من موقف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والله لا شك أني إذا ذكرت الصدق أو إذا تخيرت الصدق ذكرت محمد على الصلاة والسلام هم معلم الأمة هم معلمنا جميعا وكلنا جبلنا على الصدق يعني يمكن يدخل الكذب في بعض المجتمعات من مواقف حدثتهم في حياتهم أو ربما أنه إنسان حيان يكذب بسبب معالجة موضوع يمكن الكذبة يسمى الكذبة الأبيضة وكذا لكن دائدا المجتمع الإسلامي هو الصدق ويظلت المؤمن الصدق والصدق أنجا الناس تقول الصدق أنجا يعني الصدق أبلغ كلمة تقال فيه فذكرية تنمع الصدق الحمد لله المجتمعنا كله مجتمع صادق مجتمعنا وكله مجبول على العدات والتقليد الطيبة تنمعنا العمق التاريخي الطيب ومستقيتها الآن مع نفسه مع مجتمعاته مع رسالة تترى مجتمعنا السعودي بشكل خاص والمجتمع الخليدي والمجتمع العربي عنده رسالة إسلامية فكلهم يستجون مع أنفسهم لما يوصونها الرسالة صحيح